اهلا بيكم اولياء امور صف الرابع الابتدائي ومعانا النهاردة تاني درس في الوحدة التانية بعنوان الطقس والمناخ الطقس والمناخ يعني ايه العنوان ده اقولك لما تلاقيني بوصف لك وبقولك ان الجو بكرة هيبقى حر او هيبقى برد او ممكن الدنيا تمطر انا كده بوصف لك الجو بتاعنا اه بس استنى ايه وانت بتوصف الجو بتاع بكرة انت وصفتلي ايه بالزبط في الجو اقولك انا قلتلك ان الجو ممكن يكون حر يبقى انا اتكلمت كده عن الحرارة وقلتلك ممكن الجو يبقى برد وبرد يعني فيه هوى والهوى لما يبقى جامد بنقول عليه رياح يبقى كلمتك عن الرياح وقلتلك ممكن الدنيا تمطر يبقى كلمتك عن الامطار يبقى احنا لما نيجي نتكلم ونوصف الجو بنتكلم عن كم حاجة في الجو اقول له 3 حاجات حرارة ورياح وامطار وده موضوع درسنا النهاردة ان احنا هنوصف حالة الجو وقلنا لما نيجي نوصف حالة الجو هنوصفها من 3 حاجات من حرارة ورياح وامطار بس اقلك لو حد جه وصف لك حالة الجو من حرارة ورياح وامطار لمدة يوم او اسبوع بالكتير او شهر ودي فترة زمنية قصيرة يبقى هو هنا بيتكلم عن التقص يبقى هنا تعريف التقص يعني ايه اقول له لما حد ييجي يوصف لي حالة الجو من حرارة ورياح وامطار فترة زمنية قصيرة يعني وقته قصير الوقت ده قد ايه اقول له ممكن يبقى يوم ممكن يبقى اسبوع بالكتير او شهر ما يزيدش عن كده وده اول حاجة عندنا في عنوان الدرس يعني ايه التقص اقول له وصف حالة الجو من ايه من حرارة ورياح وامطار فترة زمنية قصيرة يعني وقت قليل الوقت ده قد ايه ممكن يبقى يوم ممكن يبقى اسبوع بالكتير اوي شهر طيب ايه بقى المناخ قالك لما حد يجي يوصف لك حالة الجو يعني وصف حالة الجو من ايه من حرارة ورياح وامطار انتهينا في التقص قلت فترة زمنية قصيرة اما بقى في المناخ فترة زمنية طويلة يعني حد يجي يوصف لمناخ مصر وقال لي ان مناخ مصر في فصل الصيف على بعضه الجو كان حر السنة دي يبقى الفترة الزمنية الطويلة دي ممكن تبقى فصل زي فصل الصيف زي فصل الشتة او ممكن تبقى السنة كلها او سانة يبقى انا كده عرفت ان التقص والمناخ اللي اتنين بيوصفوا حالة الجو ولما بييجوا يوصف الجو بيوصفوه من ثلاث حاجات من حرارة ورياح وامطار يعني بنتكلم عن الحرارة الجو هيبقى حر ولا لا بنتكلم عن الرياح يعني الجو هيبقى برد ولا لا بنتكلم عن الامطار يعني الدنيا هتشتي ولا لا طيب اللي اختلاف بين التقص والمناخ في الفترة الزمنية هنا فترة زمنية قصيرة وهنا فترة زمنية طويلة يبقى احنا كده عرفنا تعريف التقص يعني ايه وتعريف المناخ يعني ايه الاتنين هنا وصف حالة الجو هنا وصف حالة الجو من ايه ومن ايه هنا من حرارة ورياح وامطار برضو هنا من حرارة ورياح وامطار الاختلاف في الفترة الزمنية هنا فترة زمنية قصيرة هنا فترة زمنية طاويلة الطقس يوم اسبوع بالكتير شهر المناخ لا فصل بحاله شطة او صيف او السنة كلها علشان لما يجي يقول لي ايه اوجه التشابه بين الطقس والمناخ اقول له الاتنين التشابه بينهم ان هما الاتنين بيصف حالة الجو الاختلاف ده فترة زمنية قصيرة وده فترة زمنية طويلة طيب السؤال هنا الطقس يعني لما اسمع في التلفزيون او افتح الموبايل بتاعي واعرف ان الجو بكرة الدنيا هتمطر فيه ده اسمه ايه ده اسمه طقس لان عرفت حالة الجو بكرة او مثلا فتحت الموبايل وعرفت ايه اللي هيحصل الاسبوع ده في الجو يبقى برضو ده اسمه ايه اسمه الطقس هل بقى الطقس بيبقى ثابت طول النهار ما بيتغيرش اقول لك لا بيتغير ممكن الصبح وانا رايح المدرسة الاقي الشمس طلع كويسة جدا بعد ساعة او اتنين للاقي الدنيا قامت ممطرة على طول يعني ممكن الطقس يتغير في اليوم ايه في اليوم الواحد يبقى انا كده لو عايز اعرف انا هلبس ايه النهار ده هلبس تقيل ولا خفيف ابص على الطقس ولا المناخ ابص على الطقس لان الطقس هيقول لك حالة الجو النهار ده او الاسبوع ده او الشهر ده فهنا هقدر حدد الملابس اللي هلبسها خلال الفترة دي طيب وكمان لو انا عايز اسافر من مكان لمكان برضو ابص على الطقس هشوف الجو الدنيا هتمطر هيبقى فيه شبورة ولا لا هيبقى فيه حاجات غريبة جدا على الطريق ولا لا يبقى انا وانت المفروض بنستخدم الطقس يوميا طيب تعالا بقى نتكلم عن المناخ مناخ مصري يعني حالة الجو في مصر طول السنة بتبقى عاملة ايه اقول له هي الدنيا عندنا بتمطر امتى اقول له بتمطر في فصل الشتاء يبقى ممطر شتاء الجو عندنا ممطر شتاء طيب وفي الصيف فيه مطر لا يعني جاف ولا ممطر جاف يعني مفيش فيه مطر اقول له جاف صيفا يبقى مناخ مصر ماله اقول له ممطر شتاء جاف صيفا طيب بس كده قالك استنى في الصيف الجو بيبقى ايه بيبقى حار طف الشتاء بيبقى حر ولا بارد اقوله لا حر ولا بارد الجو بيبقى معتدل له حر قوي ولا برد قوي يبقى معتدل ممطر شتاء حار جاف صيفا مناخ مصر يعني الجو في مصر طول السنة عامل ايه اقوله معتدل ممطر شتاء الجو معتدل والامطار بتنزل في فصل الشتاء وحار جاب صيفا الجو حر وما فيش امطار في فصل الصيف طيب انا مش عايز احفظ معتدل ممتر شتاء حار جاب صيفا اقول لك ما تحفظهاش عاوز تفهمها ماشي عاوز تحفظها علشان هتسعيدنا في سنة 5 وسنة 6 برضو ماشي يبقى لما حد يقول لي هو مناخ مصر عندكو يعني الجو في مصر عندكو طول السنة عامل ايه او في فصل الصف وفصل الشتاء عامل ايه اقول له عندنا معتدل ممتر شتاء الجو معتدل والامطار بتنزل في فصل الشتاء طيب حار جاب صيفا الجو حر وما فيش امطار في فصل الصيف طيب هل بقى كل دول العالم نفس الكلام اللي عندنا في مصر قالك لا في دول عكسنا بالزبط عكسنا يعني ايه يعني الدنيا عندهم بتمطر في الصيف يعني عندهم ممتر صيفا اه وما فيش امطار في الشتاء يعني جاف شتاء ازاي الكلام ده قالك عندنا دولة اسمها ملاوي دولة ملاوي دي عكس مصر في المناخ ليه لان المطر عندها بينزل في الصيف والدنيا بتبقى عندها جافة في الشتاء يعني ما فيش امطار في الشتاء قالك بس في الشتاء بيبقى بارد يبقى بارد جاف شتاء وفي الصيف دافي دافي ممتر صيفا طب هوان هاحفظ الكلام بتاع ملاوي ده كله اقولك لا اعرف ان هو عكسنا في الامطار وخلاص المطر عندهم امتى في الصيف والشتاء الجو بارد وجاف الجو بارد بس ما فيش امطار خالص طيب فيه حاجات مختلفة عن مصر وملاوي دي اقولك اه دولة اسمها سيراليون ما لها سيراليون دي اقولك هناك الجو حر طول العام يعني طول السنة الجو حر وفي نفس الوقت الجو بيشتي الجو فيها ومناخها عامل ايه اقوله حار وممطر طوال العام يعني الجو حر جدا وفي نفس الوقت تلاقي الدنيا بتمطر مطر من غير برد تمشي كده في الحر وتلاقي المطر بينزل عليك طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن المناخ في مصر وقلنا ان مناخ مصر معتدل ممتر شتاء حار جاف صيفا عكس مصر ملاوي دولة اسمها ملاوي مش بلاوي بدل بلاوي تشيل البهو تحط ميم تبقى اسمها ايه ملاوي مالها عكس مصر المطر عندهم في الصيف وفي الشتاء جاف طيب سيراليون لا ده حر طول السنة ومطر طول السنة يعني حار وممتر طوال العام السؤال هنا اكيد فيه دول كتير شبه مصر لما اجا اقول الدول اللي شبه مصر هفضل اقول معتدل ممتر شتاء حار جاف صيفا ده كلام كتير جدا العلماء قالك لما تلاقي دول فيها نفس الحاجات دي هنقول عليها اسم مختصر هنقول ان المناخ ده صحراوي حار فلما اجا اقول لك ان مناخ دولة صحراوي حار اعرف انها الامطار عندها في فصل الشتاء وجافة في فصل الصيف يعني مفيش امطار في فصل الصيف يعني لو جيت قلتلك مصر جنبها دولة اسمها دولة ليبيا ليبيا المناخ بتاعها صحراوي حار صحراوي حار يبقى انت فهمت ايه فهمت ان الامطار عندهم بتنزل في فصل الشتاء ومفيش امطار عندهم في فصل الصيف والجو بيبقى حر جدا في فصل الصيف طيب ملاوي اكيد طبعا في دول شبهها الدنيا عندهم بتمطر في الصيف ومش بتمطر في الشتاء هنا بقى العلماء قالك لو لقيت الكلام ده هنقول على المناخ بتاع الدولة ده مداري حار يبقى لو لقيت دولة شبه ملاوي الدنيا عندهم بتمطر في الصيف ومش بتمطر في الشتاء وبيبقى الجو برد بس في الشتاء يبقى مناخ اسمه مداري حار طيب لو جيت قلت لك ان فيه مكان الدنيا فيه حار طول السنة وبرضه مطر طول السنة زي السيراليون هتقول عليه ايه اقول لك هنقول عليه المناخ الاستوائي علشان قريب من دائرة الاستواء اللي احنا كنا خدناها يبقى السيراليون مناخها استوائي المناخ الاستوائي ده معناه ايه معناه ان الجو حار طول السنة ومطر طول السنة يبقى احنا كده عارفنا اتكلمنا عن مصر اللي هي دي اتكلمنا عن ملاوي اللي هي برضو دي اللي موجودة في قارة افريقيا اتكلمنا عن سيراليون اللي هي دي واللي برضو موجودة في قارة افريقيا وعرفنا اسماء المناخ اللي موجودة في كل دولة من التلاتة صحراوي حر في مصر المطر فيه في الشتاء وفي الصيف حر وما فيه الشتاء ملاوي العكس المطر في الصيف وفي الشتاء ما فيش مطر بس الجو بارد بس في الشتاء سيراليون عرفنا انها حر طول السنة ومطر طول السنة طيب احنا كده اتكلمنا عن مناخ مصر وشفنا امثلة لدول تانية المناخ فيها بيبقى عامل ازاي يلا بقى نتكلم عن الحرارة والرياح والامطار يعني التلات حاجات اللي احنا بنوصفهم في الجو التلات حاجات دول بنسميهم عناصر الطقص يعني لما باجة اتكلم عن الطقص انا بتكلم عن التلات حاجات دول فهنا بقى عاوزين نعرف ايه هي الادوات اللي هنقص بيها عناصر الطقص قلنا عناصر الطقص حرارة ورياح وامطار طيب تعال بينا نشوف الحرارة احنا بنقصها بايه قالك احنا بنقص الحرارة بحاجة اسمها الترمومتر اللي هو مزان الحرارة يعني يبقى اول حاجة عندنا الحرارة بنقصها بايه اقوله بنقصها بالترمومتر الترمومتر يعني مزان الحرارة طيب المطر بنعرف كمية المطر من خلال ايه اقول له من خلال حاجة اسمها مقياس المطر حاجة كده زي العلبة فيها ارقام بيتجمع فيها نقط المية ومن خلال النقط دي بقدر اضرب النقط في المساحة اللي انا عايز احسبها واقدر احسب كمية المطر يبقى كمية المطر بتتأس بايه بتتأس بمقياس المطر طيب الرياح قالك الرياح عندنا حاجتين حاجة بنعرف منها اتجاه الرياح يعني الرياح دي جاية من الشمال ولا من الجنوب ولا جاية من الشرق ولا جاية من الغرب وحاجة بنقيس بها السرعة بتاعة الرياح الرياح اللي جاية من اي اتجاه دي هل هي سريحة ولا مست سريعة اقولك اتجاه الرياح بنعرفه عن طريق حاجتين حاجة اسمها دوارة الرياح حاجة اسمها ايه دوارة الرياح او حاجة اسمها جورب الرياح حاجة كده شبه الشراب يبقى انا عندي حاجتين بعرف من خلالهم اتجاه الرياح طيب ايه هم الحاجتين اللي بتعرف بيهم الكلام ده اقوله دوارة الرياح اللي هي دي او ممكن استخدم جورة بالرياح يعني حاجة شبه الشرب بالزبط احطها فتتمي لهوا فاعرف ان الهوا جاي من الناحية دي طيب سرعة الرياح بقى انت بتقيس سرعة الرياح بايه اقوله بجهاز اسمه الانيمومتر الانيمومتر فيه ناس بتقول عليه الانيمومتر اقولك احنا قلنا احنا بنقص الحرارة بايه بالترمومتر يبقى هنا هنقول عليه الانيمومتر برضو لان النهاية هنا شبه النهاية هنا يبقى الحرارة بتتقاس بالترمومتر سرعة الرياح بتتقاس بالانيمومتر اتجاه الرياح بيتقاس بحكتين يا اما بدورت الرياح يا اما بجورة بالرياح طيب المطر بتقسه بايه اقوله بمقياس المطر دي العناصر اللي انا عاوزك تكتبها الحرارة والرياح والامطار وتعرف لكل واحدة من دول بتتأسي ازاي طيب السؤال هنا انا وانت بنطلع على السطوح بتاعنا ونحط مثلا بمقياس المطر او بنجيب ميزان الحرارة او بنجيب جورة بالرياح علشان نعرف عناصر الطقس اقول لك ما بيحصلش امال انا وانت بنعرف الطقس ازاي اقول لك انا وانت بنمسك الموبايل ونخش على جوجل او نخش على اي تطبيق موجود على التليفون ونكتب كلمة الطقس يطلع لي على طول درجة الحرارة وكل حاجة فهتلاقيه جايب لي درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى لاي مكان انا عايزه ايه الاول درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى اقول لك درجة الحرارة العظمى يعني درجة الحرارة بالنهار ودرجة الحرارة الصغرى يعني درجة الحرارة بالليل يعني اقل درجة بالليل بنقول عليها درجة الحرارة الصغرى واعلى درجة بالنهار بنقول عليها درجة الحرارة العظمى الكلام ده انت عرفته منين عرفت من الموبايل بتاعي فتحت الموبايل وكتبت بس كلمة الطاقس السؤال هنا الموبايل ده جاب المعلومات دي منين اقولك هو ده بقى دور التكنولوجيا في قياس عناصر الطاقس بقى الوقت فيه تكنولوجيا حديثة جدا ازاي قالك فيه اقمار صناعية خاصة بالطاقس فيه اقمار صناعية بتلف حوالين الارض بتصور كل حاجة وبتجمع بيانات بيانات عن كل حاجة على سطح الارض طيب يبقى انا عندي اول حاجة فيه اقمار صناعية بتلف حوالين الارض بتجمع ايه بتجمع بيانات طيب بتعمل ايه في البيانات قالك بتبعتها الحاجة اسمها محطات الارصاد الجوية عندنا على الارض في كل بلد فيها محطة اسمها محطات الارصاد الجوية يبقى كل بلد فيها ايه محطة من محطات الارصاد الجوية بتاخد البيانات منين من الاقمار الصناعية اللي بتلف حوالين الارض السؤال هنا هو من اللي شغال في محطات الأرصاد الجوية ناس عاديين كده ولا خبراء الأرصاد أقول له خبراء الأرصاد ناس بتفهم في الأرصاد ناس بتفهم في الجو تعمل إيه بقى في البيانات اللي خدوها من الأقمر الصناعية تدخلها في الكمبيوتر علشان الكمبيوتر يطلع لكل حاجة عن التقصي إيه اللي هيحصل وإيه الأماكن اللي هينزل فيها أمطار أو إيه الأماكن اللي هتبقى حر بعد كده بقى يبعثوا الكلام ده على الموبايل على التلفزيون يبقى أنا وإنت وإحنا بنستخدم الجهاز المحمول يعني الموبايل وعرفنا النهاردة الجو هيبقى عامل إيه المعلومات دي جات إزاي أقول له في أقمر صناعية خاصة بس بالتقص بتدور حوالين الأرض وبتصور كل حاجة بتصور الغيوم وبتصور الرياح وبتصور الأمواج في البحار وبتصور حاجات كتير جدا يعني بتجمع بيانات تعمل إيه في البيانات؟ تبعتها لمحطات الأرصاد الجوية اللي موجودة في كل بلد من اللي بيشتغل في محطات الأرصاد الجوية؟ أقول له خبراء الأرصاد خبراء الأرصاد دول بقى ياخدوا البيانات الكتيرة دي ويدخلوها في الكمبيوتر هنا بقى الكمبيوتر يقول لي كل حاجة خاصة بالتقص وهنا بقى بنقدر نعرف الكلام ده على التليفون بتاعنا أنا وإنت يبقى احنا كده عرفنا دور التكنولوجيا في قياس عناصر التقص طيب السؤال هنا بقى انت بتقول لي في كل بلد في حاجة اسمها محطة أرصاد جوية المحطة اللي عندنا في مصر اسمها إيه؟ أقول له اسمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكمان مش دي بس اللي في مصر لا تبعها محطات كتير موجودة في محافظات مصر يبقى احنا عارفين ان محطات الأرصاد الجوية موجودة في كل بلد المحطة اللي عندنا في مصر اسمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية طيب تبعها كمان عدد كبير من محطات الأرصاد الجوية في محافظات مصر السؤال هنا مين بقى كل يوم بيتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية او بيتابع الارصاد عموما اقولك فيه شغلانات كتير جدا لازم يعرفوا الطقس هيبقى عامل ايه زي مثلا صيد الاسماك الناس اللي بتصطاد اسماك لازم يعرفوا ايه اللي هيحصل بكرة في الطقس علشان هيعرفوا هل هيقدروا ينزلوا البحر يصطادوا ولا هيبقى الموج عالي هيبقى فيريح شديدة طيب من تاني اقولك الزراعة من تاني اقولك الناس اللي شغالة في السياحة كمان الصناعة كمان الاتصالات كمان النقل البر والنقل الجوي اي وسائل نقل لازم برضو تعرف حالة الارصاد الجوية يبقى تاني عندي حاجة اسمها الانشطة اللي بتستفاد من خدمات الارصاد الجوية يعني كل يوم لازم يفتحوا الموبايل ويشوفوا الطقس بكرة او الاسبوع ده هيبقى عامل ايه زي مين اقوله زي الناس اللي بتشتغل في صيد الاسماك واللي بيشتغلوا في السياحة واللي بيشتغلوا في الزراعة واللي بيشتغلوا في الصناعة واللي بيشتغلوا في الاتصالات واللي بيشتغلوا في النقل البري والبحري والجوي كل دول بيستفادوا من خدمات الأرصاد الجوية وبيتابعوا الطقس لحظة بلحظة وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو